غالبا اللجنة الخاصة بالانتخابات اللجنة العليا للانتخابات اكيد النهاردة هتطلع ببيان ايه الاحداث ايه اللي حصل ايه السلبيات ايه الايجابيات بما ان حضراتكم ده غير طبعا الدعاية اللي شغالة حقيقة من الكل في غير محلها ودي مرسودة بالالاف ومفروض مفروض ان الحزب اللي اللي يصمم على كده يتعاقب لكن دلوقتي هتعاقب مين كله مش حيز بالتزم بالاجراءات واحد يعني كل الاحزاب كله كله مرسود ان هو قاعد يعمل دعاية طبعا في اكتر من من غيره يعني مثلا الحرية والعدالة كانت من اكتر الاحزاب اللي استمرت في الدعاية الانتخابية ولكن لان هما وسعين نعم يعني هما مغطين كل الجمهور لو انت اقدهم عددا غالبا كنت هتعمل نفس عدد المخالفات من حيث الدعاية طب سيد محمد انت بما انك الجماعة اللي بيشتغلوا معاكم كانوا موجودين في عدة لجان وانت بترسلي كل السلبيات اللي انت شفتها او اللي انتو شفتوها انتو كده مش مش متوقعين احنا المفوض ان احنا النهاردة يعلنوا الفردي الاعلان مفهوم هيبقى دي ايه اه غالبيتهم اعادة ايه غالبيتهم اعادة اه لا يمكن حد هجيب الخمسين في التفتيت ده فالاغلبية العزمة اعادة في الفردي فما فيش نتيجة حاسة ما يلسة يعني من غير ما يعلنوا احنا عارفين وبشكل عام في المرحلة الاولى دي في التسع محافظات ايه زي نقول لحالتك الغالبية العزمة هتبقى عادة في الفردي اه وبالنسبة الاحزاب انت مشتغر في النتيجة غير لما الانتخابات تخلص خالص لانه لازم يخلص تلات مراحل ويشوف اذا كانت الاحزاب دي عدت نصف في المية من الاجمالي بتاع الجمهورية ولا لأ. مم. لو عدت نصف في المية يبتدي يحسب لها. مم. لو معديتش نصف في المية بتتشطب اصواتها لانك لازم فيه عتبة بتعديها. كوائز. عتبة النصف في المية. مم. فمش هنعرف النتائج دي لغاية بعد تلات اسابيع. الا لو قالوا النتائج الاولية ودي صعب. ما ظننش. هما قالوا من الاول. احنا لنا في الاخر بعد ما نشوف عدوا العتبة ولا لأ. طيب سيد محمد احنا منتظرين زي ما قلت اللاجنة اللي عادة الانتخابات اه ان هي هتطلع تقول لنا ايه اللي حصل وايه النتائج وكل الكلام ده. بس انا اللي انا عرفه انك انت لحد دلوقتي متواجد في التحرير. اه. طيب. طيب. المتواجدين في التحرير دو. اه. انا عارف ان هم في جزء منهم راح ينتخبهم. اه. وجزء منهم امتنع. صحيح. طيب. اولا اللي امتنع ده امتنع ليه? ثانيا انتوا ليه لحد دلوقتي في التحرير? يعني عايزين ايه تاني? او عايزين ايه الخطوة الجاية? طبعا. خلينا نوضح الناس اللي عاملين نشوفها في التحرير دي. اه اسئلة كتيرة جدا. هما ليه لحد دلوقتي موجودين? هما احنا نسناهم? صحيح. ولا هو احنا مش عايزين ننسى عايزين نفهم اكتر. اكيد. اللي امتنعوا امتنعوا لاسباب كتيرة. اولها ان المجلس القادم. مجلس الشعب القادم ده. عاديم قوانين من نفسه. محتاج مشروع القانون من مجلس الوزر. طبقا احنا بنتكلم عن البيانة الدستوري. ام. لا يستطيع محاسبة الحكومة او رفع الثقة عنها او رفع الثقة عن وزير. ام. تمام? وحتى موضوع الدستور ان هو اللي هيعملوا الدستور اللي وقع العصار قال من تلات ايام احنا مجهزين قانون بتشكيل اللجنة. عشان نسحل عملية الدستور عشان نسلم بسرعة. يعني المجلس الاسكري هيحط الدستور او هيحط اللجنة. ام. واحنا عارفين ده وبقالنا تلاتة شهر يعني انا جيت هنا من فترة وقلت الكلام ده. قلت الكلام ده هنا. ان المجلس ده مليوش على اي صلاحية. طب انا روحي تخبل ايه? ام. يعني هي هو هزل يعني. ده رأي وجيت نظري. ام. غير بيقول لا يخش ويحاول يوسع صلاحياته. طبعا في معركة من هذا النوع. ام. وهم احرار. تمام. ولكن اللي امتنع على هذا الاساس. طبعا على اساس كمان ان الاحزاب اللي موجودة. ما فيهاش الحزب اللي انت لقي نفسك فيه. فانت مش هتروح تدي لحد عشان خايف من حد تاني كما هو معظم الحال مع معظم الناس. ده من نسبة اللي امتنع. ام. ليه في التحرير? ان ما فيش اي حاجة من مطالب التحرير تحقاقت. اللي التحرير ما قبلش انا هنا عشان انتخبات. ام. لا قال اطعوه ولا انتخبوه ولا جاب سيرتي اتخبات اصلا. فالناس اللي وقته بتقول ما الانتخبات عملت بقى عايزين ايه? مين قال اساسا التحرير كان التحرير كان فيه جريمة في حق المتظهرين. كويس. بيتقتلوا ويترموا في الزبالة. عظيم. تمام? والناس دي بتفلت. ام. لم يتموا محاكمة ايا منهم او حتى تحقيق جدي في الموضوع. ام. تبع? وبالنسبة للحكومة شالوا حكومة شرف جابوا رئيس وزراء. قعد رئيس وزراء ايام حسن مبارك فيعني احنا بنرجع الورا. ام. يعني اقل ما كان بغض النازل اختلافنا من عدم. انا رجل انا شخصيا اعتبر دي اهانة للثورة. ام. يعني اكيد مصر فيها ولادة وفيها ناس ما كانوش جزء لا يتجزأ من النظام. ام. تمام. انا مش عايزة اختم الفقرة وعايزة اتكلم معك اكتر واعرف اكتر. واجادل معك بعض الاحان برضو اكتر. لانه اكيد فيه رأي ورأي تاني. لكن بشكرك لان فقرتي انتهت. وحنشوف نتيجة النتيجة هيحصل فيها ايه. تمام. وحنشوف برضو احداث في التحرير. انت بتوقع ان الناس ترجع تاني مدان التحرير. يعني هي ترجع او ما ترجعش ده الصعب قوي تقيسه دلوقتي. اه. صعب قوي. العوامل اللي دخلها كتير. تم. يعني التحرير هو سبب الهوجة الكبيرة في الانتخابات. تمام. طب بالمساسي. يعني المفروض الناس تشكر التحرير والناس اللي اللي ضحت. عالرغم من ده ما كانش مطلبنا. اه. ويتم الان اه تصوير التحرير وكما لو كان اه كان عايز الانتخابات ودي حلت مشكلة المشكلة اللي طلعنا عليها. مم. قد ايه هيمشوا مع التصور ده? قد ايه? لا. دي حاجة لسه ما ننظرش نقسها دلوقتي. طيب. ساز محمد واكد عضو المكتب السياسي بالجابهة القومية العدالة والديمقراطية. شكرا جزيلا لحضرتك. ونلتقي بحضرتك تاني برضو. اه. ونشوف اخر التطورات اللي بتحصل اذا كان في التحرير. او على الساحة الخاصة بالانتخابات. شكرا جزيلا ليك. اشكرك. مشاهديننا فاصل ورجعين حالا.